فتستمر فعليات معرض أهل مدارس المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة ما يزيد عن 200 عارض بخصومات لا تقل عن 30% للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا الآن ميرنا عادل مرسلة أكسترا نيوز لتطلعنا على المزيد من التفاصيل وعن طبيعة الخصومات وما الموجود في هذا المعرض بالتأكيد أن هناك الكثير من المعرضات في هذا المعرض لأنه هام خاصة في هذا التوقيت إلى كينيرنا يبدو مشاهدين الكرام أن هناك مشكلة في وصول الصوت لكن بالتأكيد سنحاول أن نتواصل معها مرة أخرى لمعرفة المزيد عن هذا المعرض الذي بالتأكيد يعتبر هام جدا بالنسبة للكثير من أولياء الأمور نظرا لأن المدارس على الأبواب وبالتأكيد التجهيزات والمستلزمات كثيرة إذن مثل هذا المعرض هو هام خاصة أنها تحدث عن تغفضات تصل إلى 30% في هذا المعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونحاول مشاهدين الكرام أن نعود مرة أخرى إلى زملتنا ميرنا عادل مرسلة أكستر نيوز لنعرف المزيد عن التفاصيل مزيد من التفاصيل عفوا عن هذا المعرض إليك ميرنا تحياتي دعاء مرة أخرى تحياتي لكل مشاهدي شاشة أكستر نيوز بالفعل نتواجد مع حضراتكم من معرض أهل المدارس الذي تستمر فعلياته اليوم الجديد هذا المعرض الذي يعتبر فرصة رائعة لكل الأهالي الذين يقبلون الآن على شراء الأدوات المدرسية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد هذا المعرض الذي يقام هنا بأرض المعارض في مدينة نصر ويضم ما يزيد عن 200 عارض من مختلف المجالات هنا يمكن أن تجد كل ما تحتاجه في مكان واحد الأدوات المكتبية أيضاً الملابس المدرسية أيضاً الأخذية المدرسية كل ما قد يحتاجه الطالب يتواجد هنا داخل هذا المكان هذا المكان حقيقةً يوقف الخصومات تصل إلى 30% وهذه الخصومات على كل المعرضات ولكن أبرز ما يميز هذا المكان أيضاً هو علامة صنعة في مصر والذي تتواجد تقريباً في مختلف الأروقة والأجنحة حيث أن المنتج المصري هو المنتج المسيطر هنا داخل هذا المعرض ونجد أيضاً أن عليه خصومات رائعة وهذا المنتج يأتي هذا العام بجودة عالية يلمسها كل الأهالي لذلك يعني بتواجدنا داخل هذا المعرض أشاد جميع الحضور وجميع المقبلين على المعرض بأن المنتج المصري هذا العام يتميز عن حتى المنتج المستورد بالكثير وهو المنتج السائد والذي يجدون عليه خصومات كبيرة هذا العام جدير بالذكر أنه هنا داخل هذا المعرض يوجد العديد من الأجنحة التي تساعد المقبلين على المعرض منها جهاز حماية المستهلك هذا الجناح الذي يتواجد فيه مندوبي جهاز حماية المستهلك للتأكد دائماً من أن هذه المنتجات التي تباع للمواطنين هي بأفضل جودة بأفضل سعر تقدم هذه الخصومات هي خصومات حقيقية ليست خصومات وهمية فهي على مدار الساعة تتواجد هنا داخل هذا المعرض لمتابعة هذا الشأن أيضاً هناك العديد من الفرق من وزارة الصحة التي تقوم بتعقيم المكان على مدار الساعة أيضاً ترشد المقبلين على المعرض بالتزام بالإجراءات الاحترازية التزام بارتداء الكمامات التزام بمسافات التباعد الاجتماعي بكل هذه الإجراءات والتعقيم المستمر داخل هذا المعرض وأروقته للحفاظ على سلامة الجميع المعرض هو مقسم على جزئين الجزء الأول هو الجزء الذي أقف بها الآن يتواجد فيه كل الأدوات المكتبية الأدوات المدرسية أيضاً بعض الأدوات الغذائية ولكن الجزء العلوي وهو الذي يتواجد فيه الملابس والأحذية أيضاً بعض المواد الغذائية التي يحتاجها الطلاب في يومهم الدراسية أيضاً يوجد عيادات للأسنان ولكشف النظر للأطفال إن كانوا في حاجة لأن يقوموا بعمل النظارات هنا أيضاً يتواجد هذه الإمكانيات يكون هذا المكان هو مكان شامل بالكامل لكل ما قد يحتاجه أولياء الأمور وأبنائهم لبداية العام الدراسي الجديد جدير بالذكر أن هذا المعرض لا يتواجد هنا فقط في أرض المعرض بمدينة نصر ولكن في مختلف المحافظات هناك أيضاً هذه المعارض التي تقام في مختلف المحافظات التابعة بالطبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تقدم ذات المنتجات بذات الخصومات بكل شيء أيضاً هناك القوافل المتحركة أو السيارات المتحركة لهذا المعرض الذي تجوب القرى والأماكن البعيدة لذا توفر هذه الخصومات وهذه الإمكانات أيضاً للمواطنين حيث كان أماكنهم وهذا يأتي من حرص الدولة لتوفير هذه المنتجات قبيل يعني العام الدراسي الجديد بأفضل خامة وأفضل سعر وأسعار تنافسية ترفع عن كاهل الأسرة المصرية وتوفر لهم المنتجات التي يحتاجونها هذا المعرض يستمر فعلياته حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي ويفتح أبوابه بداية من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً وكل هذه الفعاليات التي تقام هنا داخل المعرض هي أيضاً في إجراءات عالية جداً من حيث والإجراءات الاحترازية والإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة كافة المقبلين لشراء المنتجات بهذه الخصومات الهائلة التي لا تقل عن ثلاثين بالماء وربما تصل إلى أكثر من ذلك يشهد هذا المعرض أيضاً إقبال كبير من المواطنين الذين يجدون في هذا المعرض فرصة رائعة لشراء كل المنتجات التي يريدونها لشراء كل احتياجاتهم قبيل العام الدراسي الجديد بأسعار تنافسية ربما لا يجدونها في المكتبات وفي المحلات خارج هذا المعرض لذلك هذا المعرض يعتبر فرصة رائعة لكل الطرفين للمنتج أو البائع الذي يقوم ببيع هذه المنتجات للمواطنين بأعداد كبيرة ويقوم بترويج بضاعته بأفضل شكل وأيضاً للمواطن الذي يقبل على هذا المعرض ليجد المنتجات التي يحتاجها بأفضل سعر وأفضل شكل والكلمة إليك مرة أخرى في الستوديو دعاك نعم ميرنة عادل جزيل الشكر لك على هذه الإضاحات وبالتأكيد أن هذا من ضمن المعرض الهم جداً التي لابد أن يتعرف عنها وعليها الكثير من أولياء الأمور طالما أن هناك بالتأكيد دائماً استلزامات واحتياجات خاصة بالمدارس ميرنة جزيل الشكر لك